أنت الأصغر شامع علم شمص الموت صوت الحق الصايف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى من استنى بسنتك واهتدى بهديك إلى يوم الدين أما بعد تحدثنا في المحاضرة السابقة عن حاجة المجتمع للعقيدة أو للدين وقلت وسأقول أن الهدف من هذا العنوان هو تثويري ومعرفي حتى نحرك في الإنسان عوامل الخير ونحرك في الإنسان عوامل التفكير فإذا ما فكر وأدرك وأدرك قيمة هذا الدين لعل وعسى أن يكون ذلك دافعا له لأن يسلك هذا الضرب هذا هو الهدف أما حديثنا اليوم فيدور حول الأدلة على وجود الله وبكل صدق ما من موضوع من الموضوعات إلا ونجد فيه يسر ونجد فيه صولة وجولة لأيه للحديث إلا هذا الموضوع بكل فخر وسعادة أجد فيه حيرة أيعقل بعد الأدلة الصاطعة والقاهرة لوجود الله نبحث اليوم عن أدلة لنقنع الناس بأن الله موجود يعني ونحن في القرن الواحد والعشرين وكل شيء ينطق في الكون خالقي الله وبعد كده بدنا أدلة على وجود الله يعني واحد المرة من أين نبدأ من الإنسان من السماوات من الأرضين من البحار من عالم النبات عالم الحيوان عالم الحشرات من أين نبدأ وكيف نبدأ طب لو اكتفينا كدليل الخلق على وجود الله عز وجل في الإنسان بس وعلى رأي ذاك الأعرابي الذي قال نظرك فيك بيك فيك يعني لو نظرت أنت إلى نفسك لكان لك الدليل القاطع والصاطع على وجود الله عز وجل وكما قال المولى عز وجل وفي أنفسكم أفلة تبصرون إذا النظرك فيك بيكفيك دليل الخلق شوف تركيب الإنسان تركيبة الأجهزة الموجودة في الإنسان كيف يسمع كيف يرى بلاش نقول حالة الخلق خلق من تراب من طين ثم بدأت سلسلة التطور اللي بمر فيها الإنسان في مراحل الخلق كيف يبدأ وكيف ينتهي ألا يعتبر ذلك دليلا على وجود الله عز وجل ومش هيك خلق واعتنى دائما هذا الإنسان إنه سر الله في الخلق في الإنسان سر الله من خلق في الإنسان فإذا سويته ونفقت فيه من إيه روحي فينا من روح الله عز وجل فينا يتجسد إعجاز المولى بقدرته القادر على كل شيء إحنا دائما عند ما بدنا نحلل كيف يرى الإنسان نصف الحالة بشكل وصفي ولا نعرف كيف إحنا كيف إنه الجسد اللي قدامنا إله إنعكاس بيجي على العين العين بترجم ترسل صورة للمخ والمخ بترجم بيصدر ردة الفعل عشان يصرف هذه حالة وصفية طب كيف يتم ذلك ما في مجال كيفية غير حالة الوصف سبحان الله ذاك التناغم الذي يحدث في جسد الإنسان ناكل الأكل حامض حلو تب الأجهزة الاستقبال في الجسم الإنسان على التعامل مع هذا الحامض أو ذاك الحلو المعدة البنكرياس كل هالمفردات هذه تتحرك تلق حد بيشعر بيها لا إنها سر الله سبحانه إنها سر الله لتعطي الإنسان الحياة نحن دايما سبحان الله نبحث عن الجمال الخارجي ولا نبحث عن جمال الأشياء ومع ذلك أتعجب من تلك القلوب القاسية الظالمة التي تتعامل مع الآخر الإنسان الآخر يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعاد لك في أي صورة ما شاء ركبك أيها الإنسان خير الله إليك نازل وشرك إليه صاعد شو ألا تخجل من نفسك خلقك وأعطاك من نعمه التي لا تحصى ومع ذلك شرك إليه صاعد نعم الله التي أكرم الإنسان بها عشان إيش هي من أجلك أيها الإنسان لتقيم الله في سلوكك إحنا دائما يا بنات لو سألنا سؤال أنتم أمنين بأله لا إله إلا الله هذا سؤال آه هذا سؤال المقصد أين سلوك الإنسان من الله أو أين الله في سلوكنا في معاملاتنا الله أمرك أيها الإنسان بعد أن تيقنت بوجوده وآمنت بأنبيائه وبكتبه وبرسله المطلوب منك أن نرى الله في سلوكك حبا واحتراما وتقديرا لذاتك أولا ثم لتعاملك مع الآخرين فأين الله في سلوكك الضوابط في قلبك في عقلك موجودا إحنا على الأغلب على نعم الله التي لا تحصى استقبالنا لهذه النعم استقبال ميكانيكي تلقائي زي المكينة الخرساء إلا من رحم زي المكينة الخرساء الصماء بتكون مبرمجة على شغلة معينة وبتتحرك دون إدراك ودون تفكير لكن هل هو هذا الإنسان الحقيقي الإنسان الله سبحانه وتعالى أعطاه النعم حتى يتدبر حتى يشكر المولى عز وجل على هذه النعم التي لا تحصى وإلا فقدنا قيمة النعم التي أعطانا إياها الله سبحانه وتعالى هذا هو الله الذي نبحث عنه أعطانا نعمة البصر لنتبصر الطريق وننأى عن المعاصي حتى لا تقع العين على معصية لا يقبلها الله سبحانه وتعالى أعطانا اليد ليكون سير اليد نحو طريق الخير لا لكي نبطش بالآخرين ونعتدي على حرمات الله كذا اللسان هذا الذي في الأصل أن يكون رطبا بذكر الله عز وجل نحن 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 اليوم من رطب بالمعاصي والاعتداء على حرمات الآخرين أليه أليه لهذا خلق الله سبحانه وتعالى هذه النعم أعطانا القدم لكي نسير في دروب الخير لا إلى المعاصي هل فكرنا هل فكرنا بذاك الجسد اللي الروح فيه أين جمال الروح فينا أين جمال القلب فينا أين جمال اللسان فينا هذه قيم نعم لابد أن نخرج منها القيم وهي دليل آخر على وجود المولى عز وجل ليش يا إنسان لا تستخدم هذه النعم ألم أقول لكم خيرات الله إلينا نازل نازل وشرور الإنسان إليه صاعدة أنا أتعجب ألا يخجل الإنسان من نفسه ألا يخجل من ذاته ألا يخجل من عقله من روحه نرى الوردة وردة سبحان الله لا نتذكر مع هذه الوردة إلا العذابات والجراح والآهات والأنات ولا نتذكر تلك الروحانية في الوردة لا نبحث عن تفسير العلاقة بين عشق الإنسان لهذا الجمال ولا ينظر الإنسان إلى قبح الأفعال الذي يصدر منا من أحقادنا للآخرين طب نتذكر هذا الخالق الذي خلق فأبدع وأعطاها أنا بدي دايما التفسير ليش حلت السكينة بغض النظر شو عذاب أو جمال روحي شو تلك العلاقة بين روح الإنسان وأي إشي حلو نشوفه طبيعي وردة منظر نهر جبل مخلوقات صغيرة بسيطة من الذي أودع فينا هذا الإحساس ندور عليه حتى نتعلم جمال الروح مش لما نشوف وردة كأنه أبدا ما بعرف كأنه أهل غزة مخلوقين آه للعذابات وأبدا نستمرئ العذاب دايما لازم نخلق حالنا بعذابات أنا بعرف طبعا بفهم عذابات الدنيا والحياة وعلى الأغلب لا علاقة لها بالله كلها من صنع وظلم الإنسان لأخيه الإنسان أتعرفون حتى الأشجار ما من شيء إلا ويسبح بذكر الله عز وجل جمال الأشياء وقيمتها في ذاتها مش طبعا هو إحنا غالب علينا العذابات والمعاناة مسك رأيش كله قدامنا الوردة منشوفها جروح الشجرة منكسرها عنا حالة عداء للأشياء من حولنا لا نسعى إلى اكتشاف هذه العناصر لتعطينا يقينا بوجود الله عز وجل الروح نعى البحر أبدا لا نشعر إلا بطلاطم الأوجاع وطلاطم الأمواج مع الأوجاع أبدا ومنشكل البحر ومنصرح ويا بحر تعالوا ويا بحر روح طب وبعدين طب وبعدين طب أنا نفسي كلنا أحيانا يعني ترميز صدفة أو قدر الله أو الاختيار أن يروح على البحر ويجدوا فيه متنفسا ماشي خطر عبالي مرة سؤال ليش لما منروح على البحر منكون حريصين على أنه نمشي حافية القدمين أو حافية القدمين مش على ليش حالة السكينة والارتياح بيشعر بيها الإنسان مرة حد تفكر فيه السؤال هذا طب من فين بتدينا حالة الارتياح لما منروح على البحر ومنحاول نكون حريصين على أنه الإنسان يمشي على الرمل أو على الشط حافي طب يعني أنا سبيني يعني وانا يعني يعني هي بالعجل يعني وانا ممكن أنا أكون على الشط وتتبلل الجزمة طبعا بعرف أنا بدور على حالة الارتياح النفسي ناحية سيكولوجية اللي بيشعرها الإنسان ما في نفسه واحد ممتاز سمعت ولا قريت اه ايضا اه 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 هذه معروفة انه اتفاض فضل البحر وتشكي للبحر اه انا بتكلم على التفسير اللي حكت البنتي هديك اه لانه في حالة تناغم وانسجام بين طبيعة الإنسان والرمل ثم في الرمال حالة يعني تعطي نوع معين من الذبذبات بتفرغ الشحنات اللي فيه جسد الإنسان فبيشعر بارتياح انا ليش دايما انا بحكي لكم دوما لنبحث عن ما وراء الأشياء اذا الإنسان ظل على الحالة الوصفية لا يمكن ان يصل الى حل مشكلة من المشاكل لا نفسية ولا سياسية ولا اجتماعيا وهكذا نحن في تعاملنا مع الكون مع الإنسان مع المشاكل دوما الحالة الوصفية هي الغالب ما وصلنا بعد لماذا أين الخطأ أين الخلل ممكن واحدة تيجي تقول لي ما أنا بروع على البحر ما بحس بالإحساس هذا لأنك انت مش معنية بايش بالسؤال انت مش معنية بإقامة الحوار الذاتي معاك ومع حالك وما دمت انت مش معنية بإقامة الحوار الذاتي مع نفسك مش هيصير حتة التأمل والخيال عندك لزوايا أو مصرفة لزوايا أخرى من فين هيديك الإحساس انت حتى في الليل التأمل ويعني الأحلام هل مرة فكرت ماذا تعني حالة السكون الليلة هذه ما صرفنا انت قوقعت حالك في أحلامك في آهاتك في أناتك في طموحاتك في عذاباتك في 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 ما حاولت ان تقيم الحوار مع ذاتك كذات مع هذا الكون المليل مليء لحظة بعد نبتعد فيها عن الضجيج ماذا يعني هذا الصمت شغلنا حالنا فيه بالبحث عن قيم الأشياء بحثنا عن قيمة الصمت إلا ربنا سبحانه وتعالى علمنا إياها بحثنا في ذات الله عز وجل التي جعلت من الليل سكن والنهار معاشا وبنينا فوقهم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا على طول ربط هذه المفردات للآخرة إن يوم الفصل كان ميقاتا شوف كيف الربط دنيا جنات ونعيم وأنهار آه ربطها المولى عز وجل ليوم الفصل هل تعاملنا مع هذه النعم بالشكر والتأمل لنستدل على عظمة الله عز وجل على الأغلب لا يحدث ذلك إذن نحن في حالة نريد أن نصوب هذا الإحساس أن نصوب تلك المشاعر لتتجها لطريقها الأفضل وبالمناسبة هذا الخير لا يعود إلا على الإنسان إذا أدركنا عظمة الله وعظمة الله لا تكون أولا إلا في قلب الإنسان إذا أدركنا عظمة المولى عز وجل في قلبك أو في قلوبنا هذه بشرى خير فاليد لا تبطش إلا للحلال وهذا اللسان لا ينطق إلا بإيه بطيب الكلام والأذن لا تستمع إلا لطيب إيش الأحاديث حتى ندرك قيم الأشياء بدون هيك أبدا أنا دائما أقول لكم حالة تثويرية دوما إعادة البناء تصويب الأشياء لمعرفة قيمها الحقيقية تبدأ من الإنسان ثم تتسع الأسرة المجتمع بناء الحضارة على أسس السليمة هذا هو الأساس أما إذا بنيت الحضارة على أسس مادية وقيم القانون اللي أنا ممكن أضحك عليه ما من يكون حالة أو ما من يكون حالة الارتياح في حياة الإنسان وهذا إحنا معنيين بيها ولا أنا كيف سأجد أو عايز إنسان هو إنسان لخدمة الإنسانية بدون ذلك تفتقد مقومات بناء الحضارة أي حضارة إذا فقدت قيمها وفقدت إنسانيتها خلص الاعتداء والبطش والقمع هو العنوان ليش؟ لأنه عظمة الله راحت من القلب واللي بتروح منه عظمة الله من قلبه سيكون أكثر جرعة على الاعتداء على الآخرين أو على الناس سبحان الله تطلع في الشم في العالم المنظور لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون دورة قانون الصدفة هو اللي خلق هذا النظام استحال هي الصدفة لو اختل قانون الصدفة لمرة واحدة على فرض أن هذا الكون خلق بصدفة لن عدم الحياة هي الصدفة التي تحدث بلا ترتيب خل الكون مثلا خلق صدفة طب لو اختل قانون الصدفة في جزئية واحدة من الكون لا اضطربت الحياة بل وانعدمت في حضورها كان خلص ما فيه لو الشمس قربت او بعدت والقمر بعد او قرب خلل في النظام الكون بيحدث ومع ذلك تعاقب الليل والنهار منذ آلاف السنين وما حدث خلل معين رغم ان الله سبحانه وتعالى اعطانا بعض الآيات حتى نتأمل حتى نعود لحالة الرشد التي غيبناها عننا وغيبناها عن عقولنا سبحان الله طيب شوف الارضين ماء زمزم هيها قدام عينينا منذ آلاف السنين من ايام ابراهيم عليه السلام وهي ابدا بما تحتوي من خصائص وميزات عاجز العلم عن يعني تفسيرها سبحان الله طب تحرق حالة والله اعطاها من الميزات والخصائص ماء زمزم لما شربت له يعني بتشربيها بنية معينة بيدي واحد والله يا دكتور رحت على زمزم وشربت منها ابنية واحد تنين ثلاثة وما صار طب هو انت رايح تختبر رب العالمين ثم هناك فرق بين من يذهب طاهر القلب وقد استمسك بالعروة الوثقة وعمل العمل ولا انت حياتك كلها مركبة على المعاصي ورايح اتوب ورايح اشرب من زمزم عشان يأتيك قدر الله عز وجل كما تتخيل شبيك لبيك اه امالي امالي كلها حتتحقق بين ايديك لا لا اهي برضو انا ربنا سبحانه وتعالى يعني لمخائنة الاعين وما تخفي الصدور ان انا عشان اصل لمرحلة الايمان والتقوى لا لابد ان يكون ايات الله الكونية والا موجودة في القلب طب احنا وصلنا طب خلينا بس نعمل اختبار بسيط ما من احد مننا بشكل او باخر الا ويحاول ان يقرأ القرآن يعني لو تحت خوف وتحت اه واقع معين بيقرأ قرآن انا سؤالي واضح وصريح ونكون صرحين مع حالنا هل يحدث هذا القرآن فينا ردة فعل نبط قلب خوف خشية سكينة اطمئنان هل يحدث القرآن ونحن نقرأ فينا هذا الاحساس على الاغلب يا منتي ما نعر حسب لكن بالشكل العام انا اتكلم لكن لن نصل كما كان يقرأ في السابق كان الواحد منهم احيانا اذا قرأ ايا اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تمييذ من الغيز كلما القي فيها فوج سألهم سألهم شوف حتى عمر لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب ما استوعب عملية الموت ما قدر يتخيل ان الحبيب كالك كأني القرآن الحاجة طهارت قلب طهارت القلب شو يعني بدها طهارت سلوك طهارت السلوك شو طهارت معاملة مع الاخرين طهارت العين طهارت نعم الله هل شكرنا الله على النعم التي لا تحصى وبعد كده من عاتب رب العالمين منطق عجيب يحيى في قلوبنا ويحيى في نفوسنا طيب خلينا نصلح المفاهيم هذه حتى نتيقن بأن الله سبحانه وتعالى فعلا ونكون نحن من المؤمنين الذين صدقوا في ايمانهم فقوبل هذا التصديق بنصرة المولى عز وجل ليكون لنا هو المخرج اه اذا وقع الانسان في ضر او في مصيبة يلجأ الى الله فيكون المخرج بعون الله تعالى كتلك الحادث التي ايش بيحكونا يا هتعون الحديث انه التلاتة اللي طلعوا وقعدوا وسكرت عليهم الصخرة فناجوا المولى عز وجل بايش باعمالهم الصالحات صدقوني هم ناجوا المولى ب الاعمال الصالحات اه لو لم تكن قلوبهم طاهرة ونيتهم صادقة لما حدث التفريد عن كربهم لما حدث لكن كون انه فعل فعل هذا الامر بصدق النية وباخلاص التوجه الى الله لما استجاب الله سبحانه وتعالى لهم عشان كده واجب علينا انه احنا فعلا ان نتيقن من حدور المولى بقدرته بعظمته بجلاله نستحضره دليل خلق فاعتنا سبحان الله خلقنا وخلق الاشياء مركبات الاشياء كلها تتوجه نحو عناية المولى بما خلق للانسان خلق الاشجار خلق البحار الانهار كلها مردودها لمن للانسان بس عندي دليل دايما بقف عنده عالم النحل مملكة كلنا درسونا اياه واحنا صغار لكن بدي انا اعمل ربط بسيط عشان نتعلم لما منقرأ شغلة كلنا منعرف انه العسل فيه شفاء للعالمين والعلم اتكلم عن خاصية ومميزات العسل تعوني الكيميا حكوا تعوني الاحياء حكوا لكن سؤال اللي انا تعجبت له او كيف هي الله سبحانه وتعالى ها ها حياة النحل ليكون في نمط حياته ما ينتجه فيه شفاء اليكم التوضيح معروف مملكة النحل فيها نظام عمال النظافة وعمال الحراسة وكل والمملكة كل واحد له عمل كل واحد فيهم له نظام ممتاز الله سبحانه وتعالى الهم النحل عشان فيه شفاء الهم النحل الصبح بيطلع الامتصاص الرحيق صح وسيعود عندما يعود اي نحلة ابترجع على الخلية لمؤاخذة وسخة ممنوع روحي دبر حالك خدي شاور روحي عند روزي روحي مطروحي لازم تعودي نظيفة حتى إذا ما خرج العسل يطلع ايش نظيف فيه لو دخلت وسخة وسخة في المملكة المسكرة حيتوسخ ايش العسل حيكون فيه شفاء لا والله لا والله ابدا شوفوا كيف ربنا سبحانه وتعالى خلق الاشياء وهيئ الاسباب حتى فعلا يكون العسل فيه طب يمكن واحد يقول لك يعني ممكن حاجة كده في الخلية تسحل يعني فار كذا يعني طبعا المناطق انه يعني الحمد لله رب العالمين فيها مخلوقات متحركة ارضية وطيارة يعني خيراتنا كثيرة صليتوا على رسول الله على طول بتم افراز مادة شمعية وبحنطه الجسم الغريب اللي دخل والمادة الشمعية ايش عازلة صح والعفن من فين بيجي بكتيريا من الجو مع كذا بتعفن بيفسد العسل اليوم الشمع على طول مادة عازلة بتعمل عملية ايش يعني احتفاص ومن هنا نتيقن او نكون على ثقة بان الله سبحانه وتعالى طلعت سكرت ولا طب بنعمل القفلة ولا بلاش يا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الله يعطيك العالمين اذا المقصد انه احنا نبحث عن ايات الله عز وجل لعل وعسى ان نجده في سلوكنا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين انت تعالي اشتركوا في القناة